هلا كثيرا عند الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو زعفا متحرة فيها كتب عينة وما تفرعوا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وبين وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين هنا فأريقهم السلاة ويد الزكاة وذلك دين الأيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين فينا جهن محارين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا أعمل سوالها أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنار خالدين فيها عبدا رضي الله عنهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يأتلو صوفا مضحرة فيها كتب عليمة وما تفرع الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليابدوا الله مخلصين له الدين هنافا ويعيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين العيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شعر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عن ذلك لمن خشي ربه سوضع الله العليم سورة البينة ويأتلو في مدينة ويأتلو 8 آيات المنوع من هذا السورة هو التقليل أكبر ويأتلو ثلاؤ بيينة تقول أن الله السمان المعلمين ويأتلو 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 ومع في سورة البينة هذا السورة تقول لنا لأنه كان للم دون يوم Why should you know the Qur'an! It also narrates the different outcomes – of those who follow the right path and those who turn away from the truth We should recite surah bay rahna Allah to get all its benefits see you in our next video Allah Hafeera هلا كثيرا عيند الله